بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين أما بعد الإخوة إدارة الجامعة الإسلامية بمنسوتا المركز الرئيس الأخ رئيس الجامعة البروفيسور وليد المنيسي الأخ وكيل الجامعة الدكتور أمر المقربي الإخوة والأخوات في إدارة الجامعة الحاضرون جميعاً الباحثون جميعاً الإخوة والأخوات الزملاء والزبيلات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ويطيب لي في هذا المساء وأنا سعيد جداً ولي الشرف أن أكون معكم في هذه المسيحة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى والتي تخدم البحث العلمي وهذا ليس غريباً على الجامعة الإسلامية بمنسوتا أن تتبنى مثل هذه الأنشطة الخدمية العلمية النافعة التي تنفع طلاب العلم وهي جادة في التمييز في هذا المجال فنسأل الله تعالى لكم العون ولنا جميعاً والإستاذة الحاضرين جميعاً وبعد السلام عليكم نقول لكم صباح الخير صباح الخير وقد يستغرب البعض من قولي في هذا المساء صباح الخير فأقول إن إشراق وجوهكم غرني فتوهمت أن يكون هذا المساء صباح وهو من باب قولي الشاعر وصبحته عند المساء فقال لي تهزأ بقدري أم تريد مزاحاً فأجبته إشراق وجهك غرني حتى توهمت المساء صباحاً فالسلام من السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلاً وسهلاً بكم جميعاً في هذه الأمسية وأنا سأتحدث إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه الأمسية عن موضوع من الموضوعات المهمة التي ينبغي أن يتناولها الباحث وهي بمثابة الأمور الأساسية التي ينبغي أن يدركها جيداً ولأنه يتوقف نجاح البحث وعدم نجاحه ورواجه وعدم رواجه على هذا الأمر وهي الدراسات السابقة وخاتمة البحث وأنا أمثل لهذين الأمرين الدراسات السابقة والخاتمة لأهميتهما بذلك أو بالطائرة وأصعب موقف على الطائرة أو الركاب حين الصعود وحين الهبوط حين الصعود وحين الهبوط فالدراسات السابقة هي في الحقيقة في وقت الصعود وهي في المقدمة والمقدمة أشبه ما تكون بالصعود الباحث يصعد يبدأ فلا بد أن تكون المقدمة قوية والدراسات السابقة هي جزء من المقدمة وهي تأتي بالنقطة الثامنة أو السابعة حسب الترتيب في البحث العلمي فيتناول الباحث يتناول الباحث مشكلات البحث يتناول أسباب البحث يتناول في المقدمة أسباب البحث وأهداف البحث وأسئلة البحث ثم بعد ذلك يأتي إلى حدود البحث إذا كان هناك حدود ثم الدراسات السابقة فالدراسات السابقة في المقدمة وهي بمثابة كما قلنا الصعود فلا بد أن تكون الدراسة السابقة والدراسات السابقة قوية قوية في مضمونها قوية في البحث عنها قوية في التنقيب عنها لأن هذا الأمر يزيد البحث لمعانا وبريقا وكذلك الخاتمة أيضا فهي تمثل الهبوط الخاتمة تمثل الهبوط الطائرة ولا بد أيضا أن تكون جيدة ولا بد أن تكون جميلة وهيا بنا لننطلق إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى الصعود وإلى الهبوط فما هي الدراسات السابقة وماذا نعني بالدراسات السابقة وما هي مواصفاتها وما هي الأمور التي ينبغي على الباحث أن يراعيها في الدراسات السابقة وعلى ماذا تتضمن الدراسات السابقة وما هي الأخطاء التي ينبغي أن يراعيها الباحث في دراساته السابقة إذن هذه النقطة الأولى أو المحور الأول الذي سنتحدث عنه إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه الامسية ثم يأتي المحور الثاني وهي الخاتمة سنتحدث عنها إن شاء الله في حينها فما هي الدراسات السابقة وماذا نعني بالدراسات السابقة الدراسات السابقة هي الأبحاث والجهود العلمية السابقة لك أنت أيها الباحث عندما نقول السابقة التي تتصل ببحثك ذات صلة كلية أو جزئية مباشرة أو غير مباشرة لها صلة ببحثك بموضوع بحثك فترجع إليها من أجل أن تحصل على البيانات والمعلومات المتعلقة بموضوع البحث ومن ثم القيام بدراستها بشكل جيد إذن الدراسات السابقة الجهود العلمية ولا بد أن نركز أيها الباحثون والباحثات على كلمة العلمية لأن بعض الباحثين يذهب ويكتب مثلا في الدراسات السابقة من الكتب التي ليست بعلمية التي لم تخضع لمنهجية البحث العلمي التي لم تدخل في مضمار البحث العلمي هل هذه تعتبر دراسات سابقة؟ نقول لا كلا لا يمكن أن يكون أو أن تكون هذه من الدراسات السابقة لأن الدراسات السابقة لا بد أن تعتمد على دراسات علمية بحثية قد خاض بها باحثون من قبل لها صلة مباشرة كلية أو جزئية في الموضوع الذي ينبغي أن تبحث عنه إذن هنا تنبيه أولا أن تكون علمية هاضعة لمعايير ومنهجية البحث العلمي وثانيا لا بد أن تكون لها صلة في بحثك وليس صلة ببحوث أخرى تتصل ببحثك صلة كلية أو جزئية أو جزئية تخدم بحثك من ناحية جزئية بحيث أنك ترجع إليها وتحصل على المعلومات منها ولا تكرر ما ورد فيها وتسد الثغرات والفجوات التي تركها الباحثون ولم يتطرقوا إليها إذن هذا هو المقصود بالدراسات السابقة ما هي أهمية الدراسات السابقة هل لهذه الدراسات السابقة أهمية عند الباحث وما هي أهمية هذه الدراسات السابقة بالنسبة للباحث لا شك أن الدراسات السابقة لها أهمية وسنقتصر على ذكر الأهمية بالآتي الدراسات السابقة تساعد في توضيح الأسس النظرية عن موضوع البحث العلمي المراد تنفيذه من قبل الباحث فيتضع لك اللبنات والأصول والأسس التي من خلالها تنطلق وتستفيد في الانطلاق في موضوع بحثه هذه الأهمية الأولى الأهمية الثانية توفر الوقت والجهد على الباحث من خلال اختيار الإطار لموضوع قطة البحث العلمي توفر عليك وقتا وجهدا كبيرا أيها الباحث لأنها قريبة من بحثك لها صلة ببحثك يمكن أن تحذو حذوها أن تقتفي أثرها أن تقتبس من منهجها ومن خطتها إذن فهي توفر عليك جهدا كبيرا من خلال اختيار الإطار النظري بالنسبة لخطة البحث من أهمية الدراسات السابقة تحديد الطريقة التي من شأنها أن تجنبك أيها الباحث الوقوع في الأخطاء التي ارتكبها السابقون الباحثون الذين أتوا قبلك فيفرص لك أن لا تقع في نفس الأخطاء التي وقع فيها الباحثون من قبلك إذن هذه أيضا من الأهمية التي تقتص بالدراسات السابقة ومن ذلك أيضا أنها تعرض الأسلوب المنهجية السليم لموضوع البحث العلبي بشكل عام الدراسات السابقة يستفيد منها الباحث في أنها تعتبر مرجع من المراجع مصدر من المصادر وسناته بعد ذلك للفرق بين الدراسات السابقة والمصادر والمراجع وأين نضع الدراسات السابقة أين يكون موضعها الصحيح فلا شك أن الدراسات السابقة تعرض الأسلوب المنهجية السليم لموضوع البحث العلبي بشكل عام وبالتالي يأتي الباحث ليستفيد من هذا الأسلوب من ذلك أيضا أن الدراسات السابقة تمنح الباحث طريق مثالية من أجل استخلاص التوصيات والنتائج والمقترحات الأخرى المتعلقة بالبحث تمنح الباحث طريق مثالية لاستخلاص التوصيات والنتائج والمقترحات وذلك بربطها بالابحاث السابقة والاستفادة منها أيضا بهذا الباب من ذلك أن الدراسات السابقة تساعد الباحث في تحديد المراجع الخاصة بالبحث العلمي وتسهل عملية كتابتها كيف يكون ذلك؟ أنت كباحث عندما تأتي إلى دراسات سابقة لا شك أنك ستقرأ في هذه الدراسات السابقة وستنظر أين تكون الثغرات فيها وستستفيد من المراجع التي رجعت إليها تلك الدراسات السابقة إذن الدراسات السابقة تسهل عليك تحديد المراجع الخاصة في بحثك والتي تتصل في بحثك العلمي إذن تستفيد من ذلك في هذا الموضوع ومن أهمية الدراسات السابقة أيضا أن لها دور مهم في عملية المقارنة التي يجريها الباحث العلمي فيما بين البحث الذي يقدبه هو وبين الدراسات والمصادر وبين الدراسات السابقة والمصادر التي رجعت إليها تلك الدراسات إذن هذه باقتصار أهمية الدراسات السابقة ويمكن أن نجملها أيضا بالآتي هنا ذكرنا بعض الأشياء بشكل مقتصر يمكن أيضا أن يستفيد منها وبعضها ربما تكون جديدة من ذلك أنها تزود الباحث مصطلحات العلمية الخاصة بالدراسة فيتزودك كباحث بالمصطلحات الخاصة ببحثك لأن لكل بحث مصطلحاته فليس مصطلحات مثلا التي استخدمها الذي يتناول بحث التفسير وعلم القرآن نفس المصطلحات مثلا التي تناولها الذي يبحث في السنة النبوية أو نفس المصطلحات التي يبحثها الباحث في العلوم التربوية أو في العلوم الإدارية أو في العلوم المحاسبية أو في الإعلام فلكل علم مصطلحاته إذن تزودك مصطلحات تجنب الباحث الأخطاء التي يقع فيها الآخرون الذين سبقوا الامتعاد عن الغش والسطوة الأكاديمي وهذه أيضا من الأهميات أنها تبعد الإنسان عن الغش والسطوة الأكاديمي هناك من الباحثين من يسطو أكاديميا وربما يأخذ أبحاثا جاهزة وهذا ليس من الأخلاق العلمية ولا من الأمان العلمية أن يقوم هذا الباحث بأخذ تلك الأبحاث والسطوة عليها تؤكد بأن البحث حقيقي وغير وهمي وهذه أيضا من الأهميات تجنب التكرار تجنب الباحث التكرار والتأكيد على مشكلة الدراسة الخاصة بالباحث التي لم يتم تناولها من قبل وإنما هو من قام بتناولها أيضا الحوار البحثي والتبادل الخبرات تستفيد منها خبرات كما قلنا سابقا تستفيد من خبرات السابقين في البحث في نفس المجال وأيضا تساعد الباحث في فهم البحث ومشكلاته وهدافه وفروضه وفرضياته ونتائجه وغير ذلك من الأمور التي يمكن أن يستفيد منها الباحث ننتقل إلى أشكال الدراسات السابقة ما هي أشكال الدراسات السابقة؟ ما هي أنواعها؟ كيف يمكن أن نصنف الدراسات السابقة؟ ما هي الأنواع التي يمكن أن تتشكل فيها الدراسات السابقة وتتنوع فيها؟ إذن الدراسات السابقة لها أشكال إما من حيث المصدر يعني أنواعها بالنسبة للمصدر وأنواعها بالنسبة للمكان كما سيأتي شرحه وتوضيحه إن شاء الله تعالى فمن أنواع الدراسات السابقة بالنسبة للمصدر أنها أو تسمى الدراسات السابقة الأولية الأصلية دراسات سابقة أصلية دراسات سابقة أولية ما معنى أولية؟ هذه التي نسميها المصادر المصادر الأصلية الأولية من حيث المصدر يعني مصدر أولي معلومات أولية سبقت في هذه المصادر سبقت كل المصادر إذا تسمى مصدر إذن المصادر الأولية والدراسات السابقة الأولية وهي التي تحتوي على معلومات مبتكرة جديدة مخترعة لم يتم تناولها وتكون تأليف جديد للباحث أي أنها غير مقتبسة من مصادر وهنا يأتي الفرق بين المصادر والمراجع عند الباحثين المصادر هي التي تذكر المعلومات الأولية للشيء المراجع هي التي تأخذ من تلك المصادر ويمكن الإنسان أن يرجع المصدر وهو الأولى فإذا لم يستطع أن يرجع إلى المصدر الأولي الذي ذكر فيه المعلومة الأولية يرجع إلى المرجع وهذا لا بأس فيه لكن يحرص ويتحرى أن يأخذ المعلومات من مصادرها الأولية إذن الدراسات السابقة الأولية الأصلية هي التي تحتوي على مصادر أولية مبتكرة أي أنها غير مقتبسة من مصادر أخرى وغالبا ما تكون هذه الدراسات السابقة أين تكون في الأبحاث العلمية المنشورة في المجلات العلمية المحكمة تكون هذه المجلات العلمية عالمية لا تقوم بنشر أي أبحاث علمية إلا تلك الأبحاث التي تعتبر مصادر إذن هذا النوع الأول بالنسبة للمصدر النوع الثاني من الدراسات السابقة ثم دراسات سابقة فرعية ما هي هذه الدراسات السابقة الفرعية؟ هي الأبحاث العلمية التي أخذت من الدراسات السابقة الأولية الأصلية يعني أخذت معلوماتها من المصادر الأولية الأصلية إذن هذه الفرعية كأنها مراجع يسمونها مراجع وتلك أصول أو مصادر أو أبحاث علمية حصلت على معلومات مصادر أولية وليست منقولة من قبل الباحث من أي مكان إذن هذه بالنسبة للدراسات السابقة الفرعية النوع الثالث أو الشكل الثالث من النوع الأول بالنسبة للمصدر هناك دراسات سابقة أولية وثانوية ما معنى أولية وثانوية؟ هذه تعتبر من أكثر الدراسات السابقة شهرة لماذا؟ لكثرتها بشكل كبير ولأن الأبحاث العلمية تكون عادة ما يكون مراجعها الأبحاث السابقة العلمية التي تكون متواجدة مثلا في أكتبات الجامعات في مواقع الإنترنت في مواقع العلماء أو المباحثين الذين نشروا تلك الأبحاث في مواطن مختلفة إذن هذا الشكل الأول بالنسبة للمصدر تنقسم إلى مصادر أو دراسات سابقة أولية تسمى أصلية أو تسمى مصادر ودراسات سابقة فرعية وتسمى مراجع ثم دراسات ثانوية وهذه كما ذكرنا كثرتها إذن هذا بالنسبة للمصدر دراسات سابقة تتعلق بمصدر هذه الدراسات النوع الثاني والشكل الثاني من الدراسات السابقة هي الدراسات السابقة التي تتعلق بالمكان التي تتعلق بالمكان ويمكن تقسيمها أيضا إلى ثلاثة أقسام الدراسات السابقة العالمية الدراسات السابقة العالمية ما المقصود بالدراسات السابقة العالمية هي الأبحاث العلمية التي تكون من إنتاج جامعة علمية عالمية هي تسمى عالمية أو أبحاث أو باحث عالمي مثل ماذا؟ مثل الأبحاث العلمية التي تتواجد مثلا في جامعات كبيرة عالمية جامعة إكسفورد أو جامعة كامبرد أو جامعة سنغفورة الوطنية أو جامعة منشستر مثلا فهذه تعتبر من الجامعات العالمية الجامعات العالمية فتنسب هذه الدراسات السابقة أو تصنف بأنها دراسات سابقة عالمية وكلما كانت الدراسات السابقة عالمية أو إقليمية كلما كانت قوية ثم بعد ذلك المحلية كما سنافي إذن دراسات سابقة عالمية ودراسات سابقة إقليمية ما معنى إقليمية؟ هي الأبحاث العلمية التي مصدرها جامعة مدن الإقليم أي الوطن العربي الإقليم العربي هذه جامعات تعتبر مصدر مصادر الدراسات السابقة فيعود الباحث إلى تلك الجامعات إلى مكتبات تلك الجامعات فيسأل ما يخص بحثه وما يرتبط ببحثه وبالتالي يستطيع الباحث أن يكون ملماً بتلك الأبحاث مثل ماذا؟ مثلاً جامعة عندنا في العالم العربي الجامعة الملك سلطان قابوس في عمان الجامعة الأمريكية جامعة مثلاً جامعة الملك سعود يعني تعتبر هذه من الجامعات الإقليمية جامعة قطر جامعات المشهورة في الوطن العربي أو الرئيسية هناك دراسات سابقة في من حيث المكان دراسات سابقة محلية ما معنى دراسات سابقة محلية؟ هي الأبحاث العلمية التي تكون في نفس مدينة أو دولة الباحث في نفس المدينة ففي اليمن يذهب إلى مكتبات الجامعات اليمنية في مصر يعود مثلاً إلى المكتبات الجامعية المشهورة مكتبة الإسكندرية مثلاً مكتبة القاهرة مكتبة جامعة القاهرة وغيرها أو الفيون أو غيرها من الجامعات أو جامعة الأزهر وغيرها من تلك الجامعات المشهورة بالبحث العلمي إذن هذه تسمى جامعات محلية يعود الباحث إلى الدراسات المحلية فيأخذ منها ما يتناسب أو ما يختص أو ما يرتبط ببحثه إذن مصادر الأبحاث يمكن باختصار أيضاً أن تكون هناك تتواجد في مدونات في الفهارس المرجعية وهي التي يرجع إليها وتدوم فيها بعض الموضوعات كالكتب والمجلات الأكاديمية والأبحاث المنشورة أحياناً تذكر هذه الأبحاث أو الأبحاث العلمية المحكمة تذكر مصادر للدراسات السابقة التي رجع إلي الباحث فيمكن أن يعود إليها وبالتالي يستخلص ما يتصل ببحثه أو ما يصدر عن المؤسسات الحكومية والمنظمات الحكومية أيضاً وغير الحكومية أو مراكز الأبحاث الموجودة في دولة من الدول سواء كانت على المستوى المحلي والإقليمي التي تعتبر مصدر من مصادر الدراسات السابقة أو المدونات الباحثين وأوراق عملهم أوراق العمل التي قيلت هنا وهناك في مؤتمرات وغيرها أهم مصادر الدراسات السابقة وهذا أيضاً يتصل بنفس الموضوع رسائل الماجستير والدكتورة التي تعتبر مصدر من مصادر الدراسات السابقة يرجع إليها الباحث فيما يختص ببحثه فيما يتصل ببحثه البحوث والدراسات العلمية المحكمة المحكمة يعني عندما نقول محكمة إما رسالة ماجستير رسالة الدكتورة أو رسالة ترقية إذن مادم ذكرنا هنا دراسة الماجستير والدكتورة نعود إلى البحوث الدراسات العلمية المحكمة التي تكون إما للترقية أو في المؤتمرات العلمية مؤتمرات علمية مؤتمر علمي عالمي دولي أو محلي أدعى لأبحاث وبالتالي قدم هؤلاء الباحثون أبحاثهم فأصبحت هذه البحوثات بحوثات محكمة خضعت للجان تحكيم وبالتالي تصبح مصدر مصادر الدراسات السابقة أو التقارير العلمية والكتب العلمية وهناك كتب علمية أحيانا يعني بعض الكتب تخطو خطوات منهجية علمية وقد لا تكون محكمة قد لا تكون محكمة أو رسالة ماجستير ودكتورة لكنها كتب علمية كتبت بشكل منهج بشكل منهجي علمي يمكن أن يعود إليها الإنسان مثلا مثل كتب الدكتور مثلا عبد الكريم زيدان رحمه الله ككتب علمية تستفيد منها هي لم تحكم لكنها كتب علمية كتبت على أساس علمي ومنهجية تعود إليها وغيره الكثير من العلماء الأجلاء الذين لهم باع في إثراء المكتبات الإسلامية الآن هنا سؤال قد يسأله الباحث فيقول كيف نصل إلى الدراسات السابقة كيف أنا كباحث أصل إليها هناك عدة أمور من خلالها يمكن أن يصل الباحث إلى الدراسات السابقة كما ذكرنا أشرنا إلى مصادلات ثم نذكر كيف يمكنه أن يصل إليها القراءة في المراجع الرئيسية للباحثين في مجال البحث هذه القراءة يمكن أن توصله أو تهديه إلى بعض المصادر أو الدراسات السابقة الاستعانة بسؤال المختصين أو المتخصصين في المجال العلمي في مجال البحث العلمي والأساتذة والخبراء عن مصادر الدراسات والمعلومات والبحثة المقاربة أو المقاربة إذن يعود إلى المتخصصين أنت كطالب مثلا في مرحلة الماجستير أو في مرحلة الدكتوراه أو في غيرها يريد أن تصل إلى دراسات سابقة يمكن أن تستفيد ممن سبقك ممن بحث قبلك ممن درسك من الدكاترة في الجامعات من الدكاترة في مراكز البحث من المقتصين في البحث العلمي حضور المؤتمرات العلمية ومتابعة التوصيات المتعلقة في مراجع ذات الصلة بموضوع البحث المؤتمرات العلمية أحيانا ينشر فيها أو دائما ينشر فيها ينشر فيها دراسات ينشر فيها دراسات وبالتالي العودة إلى والحضور ومتابعة تلك المؤتمرات هي مهمة جداً بالنسبة للباحث هي مهمة جداً بالنسبة للباحث من ذلك أيضاً فهارس الرسائل والكتب ذات الصلة بالبحث أو بالمجال البحثي فهارس الرسائل ماجستير والدكتوراه أو كتب البحث المحكمة وغيرها تصيله بمجال البحث العلمي يمكن أن يهتدي الإنسان من خلال العودة إلى تلك الفهارس لأنها تتصل ببحثه وبالتالي هذا الذي درس في هذه الدراسة السابقة وبحث فيها قد رقع إلى عدة مراجع عدة مصادر عدة أبحاث فبالتالي أنت تستطيع أو ستجد ضالتك هناك وسترجع إلى تلك المصادر أو الدراسة السابقة من ذلك أيضاً المكتبات الجامعية مكتبات الجامعات وسؤال المختصين بتلك الجامعات يمكن أن تهتدي إلى ذلك إن شاء الله تعالى الآن نأتي إلى نقطة مهمة وجانب مهم طبعاً موضوع الدراسات السابقة موضوعاً كبير وربما يطول الكلام فيه ربما يطول الكلام فيه لكننا سنقتصر بإذن الله سبحانه وتعالى على أهم النقاط فيه لا يستطيع الواحي الكلام على الدراسة السابقة وحتى الخاتمة في نصف ساعة وكذا لكن وحيحنا أن نفعل ما يمكن أن نفعله ماذا تتضمن الدراسات السابقة يعني أنا الآن أريد أن أثبت الدراسات السابقة في بحثي ما الذي أثبته ما الذي أثبته في مقدمتي في الدراسات السابقة أولاً بيانات ومعلومات الآن أنا أريد أن أذكر هذه الدراسات السابقة أنها تختص ببحثي ولها صلة بموضوع بحثي ومجال بحثي إذن بيانات ومعلومات بيانات ومعلومات المؤلفة بيانات ومعلومات ومعلومات المؤلف وبلد النشر هذه معلومات بلد النشر الباحث الناشر يعني إذا كان لها دور ناشر سنة البحث هذا أو المصدر أو الدراسة السابقة في أي جامعة كانت وهل هي منشورة أو غير منشورة الطبعة إذا كانت مطبوعة الصفحات يعني هذه أبرز الأشياء التي تذكر في معلومات الدراسة السابقة ثم أبرز المباحث والنتائج المتعلقة بالبحث أبرز يعني بعضاتك للدراسة السابقة أنت لابد أن تخرج أبرز الأشياء التي خرجت بها هذه الدراسة السابقة طبعا قد يقول القائل أنا سأعود إلى مستخلص البحث ليس كل مستخلصات البحث يمكن أن تتضمن هذه الأشياء لأن هناك من لاحظين ما الذي عمل مستخلص البحث وبالتالي لا تقيس تلك الرسالة أو الدراسة السابقة أو هذا البحث لا تقيسه على ما تقيسه على يعني المستخلص البحث جوانب الاستفادة منها من الأشياء التي أضمنها الدراسة السابقة عندما أتي ليثبتها عندي كدراسة السابقة جوانب الاستفادة تقول وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة في كذا وكذا وكذا إذن هذه من الأشياء التي أضمنها الدراسة السابقة التي أثبتها معي في الدراسات السابقة جوانب الاستفادة ماذا استفدت أنا منها ما هي صلة هذه الدراسة لبحث العلم الذي نحثه الآن ثم بعد ذلك مكامن النقص أو الخلل هذه الدراسة السابقة التي بين يدي ما هي جوانب النقص فيها الذي أنا أريد أن أتمه ما هو الخلل الذي أريد أن أسده لأنه إذا لا يوجد خلل لا توجد مكامن نقص إذن ماذا أفعل ماذا سأقدم ما هو الجديد الذي سيشتمل عليه بحثي لن أستفيد من ذلك شيئا لن يستفيد من ذلك شيئا إذا لم يكن هناك نقص أو خلل أريد أنا أن أسده في هذا الموضوع آمسا الفجوة البحثية التي سيعالجها الباحث إذن يقول الباحث وقد كانت هذه استفادة الباحث من الرسالة كذا وكذا وأغفلت الرسالة والبحث كذا وكذا وسيقوم الباحث أنت كباحث وسأقوم بعمل كذا وكذا أو تد هذه الثغرة أو ذكرها أو تكملتها أو تكميل هذا الخلل أو هذه الفجوة أو هذا النقص إذن هذه الأشياء الخمسة التي تتضمن الدراسة السابقة عندما تأتي أنت تجد عنوان مثلا أنا كباحث عندي بحث مثلا في تفسير القرآن الكريم تفسير القرآن الكريم مثلا عوائق العمل الدعوي المعاصر وسبل العلاج في ضوصرة التوبة أنا كباحث سأذهب الآن إلى الباحثين السابقين إلى الدراسات التي تناولت العوائق والدراسات التي تناولت سبل علاقة العوائق الدعوية والدعوة والدعاء إذن الآن سأعمل مقارنة ووضح جوانب الاستفادة مكامل النقص والخلل في من سبقني ثم ما هي الثغرة أو الفجوة أو التي أنا سأسدها سلابد أن نشير القديد ما هو القديد أنا كباحث سأقدمه وسأقوم به إذن هذا ما يمكن أن يقوم به الباحث وهنا أتيناكم بنموذج لتحليل الدراسات السابقة لما لها علاقة بموضوعك وسيكون وفق الآتي معلومات الدراسة وسمى معلومات وبيانات المؤلف العنوان البلد الجامعة تشير إليها يعني الرسالة العنوان الرسالة الكلية سنة النشر هذه معلومات أولية كما ذكرنا معلومات حول الرسالة ومؤلفها جامعتها وسنة نشرها أو سنة يعني تخرج الباحث الذي بحث فيها ثم بعد ذلك أهم ما جاء في الدراسات السابقة للموضوع أهم النتائج لأن هذا الجدول يوضح الكلام السابق يوضح الكلام السابق ثالثا أوجه الاتفاق والاختلاف بين دراسة والدراسة السابقة أوجه الاتفاق والاختلاف رابعا الفراغ البحث والقضور النقص والخلل ما هو النقص وما هو الخلل الذي أنا سأقوم به ثم بعد ذلك بيان ماذا سأتي سأتي ما هو الجديد ما هي الفجوة التي سأقوم بسدها وبتغطيتها في بحثي الآن سنتناول أخطاء شائعة في كتابة الدراسات السابقة في قطة البحث هناك أخطاء ربما يخطئ بها الباحثون عند قيامهم بسرد الدراسات السابقة من هذه الأخطاء التي ينبغي عليك أن تتجنبها كباحث اختيار المراجع العقل أهمية بالنسبة لجوانب المشكلة المذكورة في خطة البحث إذن هنا تكون قد أضعت ثيمة تعريفية بجوانب المشكلة لأنك عدت إلى مراجع ومصادر أقل أهمية إذن أنت لا بد أن أن تبحث كثيرا وطويلا وتتأمل وتقرأ قبل أن تبدأ بالكتابة حتى لا تختار المراجع الأقل أهمية وتغفل الأكثر أهمية من ذلك أيضا عدم ربط الدراسة السابقة بموضوع الدراسة الحالية بعض الباحثين لا يقوم في ربطها قد تكون هذه الدراسة لها صلة بالموضوع لكنها لكنها غير مرتبطة يعني لا يستطيع لا يجد الربط بينها وبين دراسته الحالية تكون لها صلة في دراسته لكن لا يوضح ما هي الصلة وما هي جوانب الاستفادة وما هو النقص وما هو القلل وما هي الفجوة التي سيقوم هو في سدها من ذلك أيضا ذكر دراسات لا علاقة لها بموضوع البحث وهذا من الغطاء الشاع أن يذكر دراسة ليس لها أي صلة في موضوع البحث فماذا يستفيد منها إذا بعض الباحثين يحاول إذا لم يجد يحاول أن يوجد دراسات سابقة يا أخي ليس مطلوب منك أن توجد دراسات سابقة حتى وإذا لم تتصد بموضوع بحثك كما أنه بالمقابل ليس عيبا أن يكون هناك دراسات سابقة كثيرة كما سيأتي في موضوع بحثك ليس عيبا وليس قادحا لكن أنت يبغي أن توضح ما هو الشيء الذي أنت أتيت لتسده ما هو الجديد وإن كثرت الدراسات إذا قلت الدراسات ليست عيبا وكثرتها أيضا ليست عيبا كثرت الدراسات أهم شيء ألا يكون لها نفس تقال أو نفس تتصد التي أتصد سدها غيرك تذكر دراسات لا علاقة لها بموضوع بحثك لا ينبغي من الأخطاء الشائعة أيضا عرضت الدراسات السابقة من خلال ما عرضه الآخرون لا يذهب هو بنفسه للدراسة نفسها يأخذ هذا الكلام الذي يثبته من دراسة سابقة ذكرت هذه الدراسة التي التي هو أصلا لم يطلع عليها فيذهب ليعرض الدراسة السابقة من خلال ما عرضه الباعث الذي قبله ولم يذهب بنفسه إلى الدراسة السابقة بنفسه ويقرأ فيها وهذا من الخطأ الشائع لماذا لأن الباحث الذي سبقك ربما أغفى الأشياء لم يعني يكن لها صلة ببحثه ولها صلة ببحثك إذن أنت لابد أن تعود إلى الدراسة السابقة التي عرض من أسبق منك عرض من خلالها تلك الدراسة من الأخطاء الشائعة أيضا الاعتباد على الكتب والمقالات غير العلمية بعض الباحثين من خلال اطلاعنا على بعض الأبحاث أو حضور بعض المناقشات الرسائل المنجد الدكتوراه ويشرف عليها أو مناقشتها نجد أنه من من يذهب ليعتبد على الكتب والمقالات غير العلمية وقد ذكرنا سابقا أنها غير العلمية لا تدخل في الدراسات السابقة دراسات عدت بطريقة مقالية بطريقة إخبارية بطريقة وعظية كتب الوعظ والإرشاد هذه لا تعتبر كتب علمية خاصة إذا كان الباحث لم يثبت منهجية علمية في تكاء الدراسات من تلك الأخطاء أيضا عدم اختيار الطريقة الصحيحة لترتيب الدراسات السابقة في خطة البحث الطريقة الصحيحة في ترتيب الدراسات السابقة لخطة البحث إما أن يبدأ الإنسان بالدراسات العالمية ثم الدراسات التي لا أصل ببحته ثم الدراسات الإقليمية ثم الدراسات المحلية هذا ترتيب من الترتيبات أو يبدأ بالأقدم فلا أقدم ثم الأحدث فلا أحدث إذن هذا الترتيب صحيح ومنطقي بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للدراسات السابقة إذن من الأخطاء عدم اختيار الطريقة الصحيحة في ترتيب الدراسات السابقة وذكرناها سنرسل لكم إن شاء الله بالملف وهو يحتوي على كل شيء لم نعرضه الآن الآن آخر شيء في الدراسات السابقة حتى لا نطيل وسننتقل بعد ذلك إلى الخاتمة نماذج عرض دراسات سابقة نماذج اخترت لكم نموذجان من الدراسات السابقة هذا النموذج الأول المعويقون للدعوة الإسلامية في عهد النوة وموقف الإسلام منهم هذه تعرض لها الباحث في دراسات السابقة فذكر يعني هذه الدراسة العنوان وذكر يعني ما هي الرسالة هل هي ماجستير أو دكتوراه وما هي الكلية وما هو القسم ثم ما هي الجامعة ثم من هي الباحثة ثم العام هذه معلومات التي ذكرناها ثم المعلومات معلومات المؤلف ومعلومات الدارس أو الباحث السابق ثم بعد ذلك على ما هي أهم نتائجا هنا ذكر الباحث أيضا بعض الأشياء يعني التي يعني التي ذكرتها الباحثة ثم ذكر الفجوة التي بينه وبين تلك الدراسات ما هي الفجوة وقد تختلف دراسة يعني الدكتورة سميرة عن هذه الدراسة في كذا وكذا وكذا والإضافات التي سأضيفها كذا وكذا وكذا إذن هذا نموذج هذا نموذج صحيح وسليم لتطبيق النقاط الخمس التي ذكرناها الآن نأتي إلى نموذج آخر انظروا هذا النموذج أخذته أو أخذته من بعض الرسائل الجامعية التي نوقشت رسالة ماجستير ودكتورة هذه الدراسات السابقة انظروا كيف يتم سردها بهذه الطريقة هل هذه طريقة طريقة صحيحة هل هكذا تعرض الدراسات لا لا شك أن أنها ليست كذلك يعني انظروا كيف سرد واحد اثنين ثلاث اربعة ربما في رقم واحد كتب بعض البيانات ولم يذكر ماذا تناولت الدراسة ولم يذكر ما هو النقص فيها ولم يذكر ما هو الفجوة التي سيسدها وفي الدراسة الثانية لم يذكر أي معلومات إلا العنوان والدارس لم يذكر الجامعة ولم يذكر الكلية ولا التاريخ ولا أي جامعة ولا السنة ومع نوع الدراسة ماجستير أو دكتوراه وما هي النتائج وكذا 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 من الأمور إذن هنا دراسة خاطئة يعني الكيفية خاطئة في تناول الدراسة السابقة حتى لا نطيل ننتقل الآن إلى موضوع الخاتمة وقبل الخاتمة هناك تنبيهات نختم بها كثرة الدراسات السابقة يعزز البحث ولا يعني إلغاء الموضوع في حال وجود فجوة حقيقية بعض الباحثين يقول أنا لن أذكر بعض الدراسات لأنه يقولون عني بأن هذه الدراسات قد أخذت وأنها لا لا يعني كثرة الدراسات أن موضوعك سيلغى ما دام وأن هناك فجوة حقيقية أنت ستقوم بمعالجتها إذن لا تخف وهذا قوة لك وليس ضعف وهذا تعزيز لك أنك أنت هؤلاء الباحثون كلهم الذين سبقوك يعني تركوا هذه الثغرة وأنت أتيت سدها إذن أنت أتيت بشيء جديد إذن هذا التنبيهة الأول التنبيهة الثاني الإشادة بجهود السابقين وعرض مساهماتهم في مجال البحث تشيد بهذه الدراسة ولا تقلل من أهميتها ولا قيمتها بعض الباحثين يقلل من أهمية الدراسة حتى تطلع النتوة الأفضل هذا خطأ لابد أن تشيد بجهود من سبقك من الباحثين وقد قطعوا شوطا في ذلك وأنت تحمد الله أنك كنت ثمرة لجهودهم من ذلك أيضا الابتعاد عن الألفاظ التي توحي بالأنا وتضخم الذات إلا أنا خير منه أنا الشيطانية التي أخرجت الشيطان من الجنة أنا خير منه إذن ابتعد الباحث عن الأنا كلمات التضخم التي تضخم الذات والأنا وتدعي الأسبقية ولم يسبقني أحد ولم أعرف أن أحد قد يعني ذكر هذا البحث هذا كلام مرفوض في الدراسات السابقة وإثباتها التأني في إصدار الأحكام حتى استيفاء كافة القراءة المطلوبة إذن هذه من التنبيهات ألا تصدر أحكام وأنت لازلت في بداية البحث عن تلك الدراسات عدم التركيز على الدراسات التي تدعم وجهة نظر الباحث فقط دون الالتفات بعض الباحثين كأنه يحشد الأدلة التي تتناسب معه والتي يعني يدعم بها فكرته ويغفل الدراسات السابقة التي ربما تعارض وجهة نظره وهذه من الأخطاء أيضا عدم انتقاص الدراسات السابقة وتوجيه النقد لأصحابها بعض الباحثين يعني يوجه النقد لصاحب الدراسة وهذا خطأ وهذا خطأ المسلم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا هذه لغة المؤمن ولغة الباحث وأدب الباحث عدم الانتقاص عدم توجيه النقد وإنما يوجه النقد لل الفجوة التي تركها للشيء الذي تركه بأسلوب مؤدب حتى يسد تلك الفجوة إذن الآن ننتقل مباشرة إلى الخاتمة الخاتمة وقد ذكرت لكم سابقا بأن الخاتمة مثلها كهبوط نحن ذكرنا في الدراسة السابقة لأنها في المقدمة صعود وأصعب ما في الطائرة الصعود والهبوط الصعود والهبوط إذن الصعود لابد أن يكون سليما صحيحا وأيضا الخاتمة والهبوط لابد أن تكون سليمة صحيحا فما المقصود بالخاتمة الخاتمة هي الجزء الأخير من أجزاء بح قبل الفهارس هذه الخاتمة والتي توحي بأن الباحث قد استوفى بحثه واستكمل حل المشكلة وسد الثغرة والفجوة التي من كل الأنشاء أو عميل هذا البحث إذن هذه هي الخاتمة فيكون هناك تذكير للباحث بما يعني بخلاصة ما وصل إليه بنتيجة ما وصل إليه بخاتمة البحث خلاص أنا الآن وصلت إلى النهاية إذن هذا المقصود بالخاتمة ما أهمية الخاتمة هل للخاتمة أهمية نعم بلا للخاتمة أهمية كبيرة ما هي هذه الأهمية تتمثل هذه الأهمية في قدرة الباحث على عرض أهم النتائج التي توصل إليه في القاتمة يذكر أهم النتائج التي توصل إليها بعد مرحلة طويلة من جمع المعلومات من التحليل من الدراسة من السهر من التعب إذن أهميتها أن الباحث هنا يصل بالقارئ إلى نتائج بحثه من ذلك أيضا أنها تقدم مقترحات الخاتمة من أهميتها تقدم مقتراحات لمن يقرأ توصيات سيأتي بعد ذلك التفصيل فيها لمن يقرأ من أجل أن يتبعها الذي سيأتي ولديه بحث علم جديد أن يقوم بها وربما يبحثها تحتوي من أهمية الخاتمة منها تحتوي على توصيات توصلها للباحث توصي الناس توصي المجتمع توصي الدولة توصي فئات الناس توصي الدعاء توصي الباحثين توصي المدارس توصي الجامعات بالوصايا التي تتعلق بكيفية حل المشكلة التي هو بحثها وكيفية الاشتجاب من تجربته في مجال أو في مجالات الحياة المختلفة من ذلك أيضا أو من أهمية الخاتمة أنها تمثل محورا أساسيا في الدراسة لأن القارئ في إمكانه أن يقوم بالاطلاع على خاتمة البحث فيدرك جيدا المحاور الخاصة بالبحث التي تناول هذا الباحث وأهم النقاط الرئيسية التي تضمنها أو تضمنها هذا البحث هنا سمات الخاتمة ما هي الصفات ما هي السمات التي ينبغي أن تتمتع وتتميز بها الخاتمة أول سمة الاقتصار والإيجاز أول سمة الاقتصار والإيجاز ما هو الاقتصار والإيجاز أن تكون هذه الخاتمة مختصرة موجزة مختصرة موجزة بمعنى لا يكتر فيها من الكلام حتى ينسي بعضه بعضا وحتى يضيع بعضه بعضا إذن لا بد أن يكون هناك ماذا أن يكون هناك اقتصار أن يكون هناك اقتصار إيجاز لأن الخاتمة لها دور معين لأن الخاتمة لها لها برنامج معين تؤدي رسالة معينة إذن يقتصر على تلك الرسالة سنأتي إليها ثانيا الترابط والتسلسل والانسجام وحسن التنسيق من سمات الخاتمة الجميلة الجيدة لأنه الناس ينظر دائما دائما الناس ينظر إلى المقدمة وينظر إلى الخاتمة في أي شيء ينظر أي إنسان أنت معك سيارة أول واحد ينظر مقدمة السيارة أو إلا مؤخرة السيارة وإنهة الشيء مؤخرة الشيء إذن نفس الكلام نقوله في البحث العلمي وآخرة البحث الخاتمة لابد أن يكون هناك ترابط انسجام حسن تنسيق توحي بأن هذا البحث مقدوم بشكل صحيح ثالثا حسن العرض وسلامة اللغة لابد أن يجيد الباحث حبك الكلمات جودة العبارات انتقاء الكلمات المعبرة لأن الخاتمة موجزة والإيجاز هذا يحتاج كلمات معبرة تعبر عن المحتوى بشكل جيد وجميل إذن لابد أن يحسن عرض لابد أن يحسن عرض الخاتمة بكلمات جميلة وبعرض حسن ولغة سليمة الجذب والتشويق رابعا الجذب والتشويق وهذا أيضا من سمات الخاتمة أنها لابد أن تكون خاتمة جذابة حتى أن القارئ يأخذ بعد ذلك انطباع جيد يتركك ويغادر بحثك وهو مشتاق لأن يأتي يقرأ هذا البحث مرة أخرى وثانية وثالثة خامسا التركيز والاحتواء ما معنى التركيز والاحتواء معنى التركيز والاحتواء أن يركز الباحث على النتائج على التوصيات على المقترحات يركز لا يتشتت وبعدين سنأتي ونتكلم عن النتائج كيف تكون النتائج وكيف تكون التوصيات وكيف تكون المقترحات ماذا تحتوي إذن لابد من تركيز واحتواء عناصر الخاتمة الآن أتينا إلى الشيء المهم على ماذا تحتوي الخاتمة وماذا يجب أن تحتوي عليه الخاتمة أول شيء فقرة تتضمن جملا استهلالية خاصة بالخاتمة هذا أول شيء لابد من فقرات أو فقرة الفقرة الأولى من الخاتمة تتضمن بأن الطالب وصل إلى نهاية البحث بأن يحمد الله سبحانه وتعالى أن أن وفقه وأن أعانه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ها نحن قد وصلنا إلى ختام بحثنا ها نحن قد يعني وصلنا إلى نهاية بحثنا وبانتهاء رحلة هذا البحث إذن جمل تتضمن أنك الآن وصلت إلى النهاية إذن الخاتمة القوية هي التي تجتمل على هذه العناصر الخمسة العناصر الخمسة للخاتمة القوية أول شيء فقرة تتضمن جمل تتضمن جملا استهلالية خاصة بالخاتمة وفي الغالب يبدأ الباحث بمثل هذه الأشياء بعد أن يحمد الله ويثني عليه وفي نهاية بحثنا العلمي حول كذا وكذا ثم بعد ذلك يسرد بقية الخاتمة أو في ختامة رسالتنا العلمية وبحثنا العلمي والذي تضمن كذا وكذا ويبدأ أو بانتهاء رحلة البحث العلمي التي تناول مشكلة كذا وكذا وهكذا إذن هذا الشيء الأول فقرة تتضمن جمل استهلالية خاصة بالخاتمة الفقرة الثانية أو الشيء الثاني التي تتضمن القاتمة الإشارة للجهود المفذولة في البحث العلمي فلا بد أن تشير إلى جهودك أنت كباحث ما هي الجهود التي أنت قمت بها ماذا فعلت ما هي المعوقات ما هي المشكلات التي واجهت ما هي الصعوبات التي وقفت عيقا يعني وتجاوزتها وكذا وكذا إذن تشير إلى الجهود التي بذلتها في بحثك العلمي وتوضح ما بذلته ومن بين ذلك مطالعة الكتب والمؤلفات المتنوعة والذهب إلى المكتبات ويعني أخذ إسجارة المختصين ومن الأشياء التي أنت قمت بها وتعبت فيها العنصر الثالث الذي ينبغي أن تحتوي عليه الخاتمة أهم النتائد والتوصيات والمقترحات أهم النتائج والتوصيات أهم النتائج والتوصيات وهنا نأتي إلى إلى ما تجتمل عليه الخاتمة يعني الآن أنت مدأت بقرة استهلالية توحي بانتهاء وثانيا أشرت بالجهود التي بذلتها أشرت إلى الجهود التي بذلتها في هذا المجال ثالثا هنا بيت القصيد هنا الشيء الجزء الأهم في الخاتمة ما هو لا بد أن تشتمل على ثلاثة أشياء نتائج توصيات مقترحات مقترحات واحفظوها طبعا هناك يعني بعض الباحثين يدخل المقترحات في التوصيات لكني أنا لا أحبذ ذلك لكني أنا شخصيا لا أحبذ ذلك فلا بد أن يفرد الباحث هذه وجهة نظري وسأشرح وجهة نظري لا بد أن يفرد الباحث نقطة خاصة بالنتائج فيذكر ما توصل إليه من خلال رحلته البحثية من أين تأخذ النتائج كيف تأخذ نتائج البحث تأخذ إما من خلاصات الفصول يأتي الباحث لكل فصل مثلا عنده أربع فصول يأخذ من كل فصل النتيجة من كل فصل النتيجة فخلاصة خلاصة وعصارة الفصل الأول كذا ويضعه كنتيجة خلاصة الفصل الثاني كذا ويضعه بالنتيجة الثانية خلاصة الفصل الثالث كذا ويضعه بالنتيجة الثالثة خلاصة الفصل الرابع كذا ويضعه في النتيجة الرابعة، تكون أربع نتائج، إذا كانت أربع فصول، إذا كانت أبواب، لأنه إما تكون أبواب وتحت الأبواب فصول، إذن يأخذ الأبواب والفصول، يأخذ الأبواب والفصول، إذا كانت فصول ومباحث، إذا يرى أن هناك أهمية لأن يأخذ أيضاً نتيجة لمباحث، يذهب لأن يأخذ لكل مباحث، مثلاً الفصل الأول يجتمل على ثلاثة، على ثلاثة مباحث، فيأخذ خلاصة لكل مباحث، فيكون من الفصل الأول مع ثلاث نتائج، ومن الفصل الثاني ثلاث نتائج، ومن الفصل الثاني ثلاث نتائج، إذا كانت ثلاثة فصول، تسع نتائج، جميل، إذا كانت مهمة، وإذا كان نتيجة الفصل تغني عن نتيجة المباحث يكتفي بنتيجة هذه الفصل إذن هذا الأمر الأول الخاتمة تحتوي على المباحث على النتائج الأمر الثاني الخاتمة تحتوي على التوصيات وهذا أنا الذي أفضله وهذا وجهة نظري وهناك وجهة نظر أخرى ما هي التوصيات؟ التوصيات عادة أو غالبا أو الأصل أن تتوجه التوصيات إلى من؟ تتوجه التوصيات إلى الناس إلى الدولة إلى المؤسسات الدولة إلى الناس إلى العالم إلى توصيات يعني يوصل باحث بها حتى الناس يحلوا مشكلاتهم مشكلاتهم إذا وجدوها بالكيفية التي هو رآها هذه التوصيات يعني التوصيات هذه تكون لعموم الناس للدولة لمؤسسات الدولة للدعاء لفئات الناس المختلفة يعني تكون توصيات من أراد أن يحل مشكلته التي هو وجدها فقام بوضع علاج لها فليتخذ هذه التوصيات واحد اثنين ثلاثة هذه التوصيات المقترحات 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 وهذه التي أنا أعني بها في أن يدعو الباعث لتناول أطروحات جديدة ذات صلة بموضوعه في البحث هذه تسمى مقترحات إذن هذا الفرق بين التوصيات والمقترحات التوصيات يوصي بها عموم الناس يوصي بها مؤسسات الدولة يوصي بها المساجد يوصي بها الدعاء يوصي بها المدارس الجامعة لكن المقترحات تتوجه إلى الباحثين المقترحات تتوجه للباحثين أقترح أن يقوم الباحثون من بعده ببحث الموضوعات التالية التي هو استنتجها أنها ما زالت بحثه ويحتاج إلى استكمال ما زال هناك فقوات ربما لم يقوم بردمها بسدها يحتاج إلى من يأتي وراءه ليستكمل البحث إذن المقترحات تكون للباحثين رسائل ماجستير أو دكتوراه أو بحوث محكمة فيقوم بها الباحثون إذن هذا هو الفرق بين التوصيات والمقترحات وإن شاء الله تكون قد وصلت ثم بعد ذلك آخر شيء وهو الشيء الخامس جمل ينهي بها الباحث خاتمة البحث إذن معانا فقرة استهلالية ثم معانا ما يسمى بالإشادة بالجهود التي قام بها والمعوقات التي واجهت ثم لب الخاتمة نتائج توصيات مقترحات ثم جمل ينهي بها خاتبة البحث يعني يمكن أن يذكر جملا ذات طابع ديني ينهي البحث كان يحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقه للباحث وكذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أو جمل يعني عامة على حسب وجهة نظر الباحث كان يقول وأخيرا مثلا أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفق كما وفقني وأعانني وسددني أن يوفق من سيأتي بعدي من الباحثين ومن هذا الكلام الآن نأتي إلى نماذج لخاتمة بحث علمي هنا نكرت نموذج طبعا ما في وقت والوقت يضيق علينا وربما قد أطلنا قليلا لكن لا بأس كما قالوا يعني لا مشكلة أن نأخذ قليلا من الوقت يعني هو الوقت يؤقذ مثلا من ساعة إلى ساعة ونصف مثلا أو من خمسة واربعين دقيقة إلى ساعة ونصف نحن إن شاء الله سنأخذ ساعة وربعة أو ساعة وعشرين دقيقة لا بأس في ذلك واعذروني إن كنا فصلنا في بعض الأشياء أو أطلنا فيها لأهميتها طبعا هناك أشياء معروفة من البحث بالضرورة أنا أغفلتها وتجاوزتها لكن ذكرت أهم الأشياء والأخطاء والأمور التي ربما تحتاج إليها أيها الباحث هنا ذكرت لكم مثلا نموذج لخاتبة بحث علمي وهذا إن شاء الله سبحانه وتعالى تطلعوا عليها أيضا لأنها سترسل إليكم بس من أجل أن يكون نموذج تطبيقي لما ذكرنا سابقا لما ذكرنا سابقا في يعني العناصر التي تحتوي عليها خاتبة البحث ثم بعد ذلك يعني أتينا بهذا النموذج من أجل أن تقرأوه ربما يعينكم في إضاح العناصر التي ذكرناها آخر شيء قبل أن نختم هنا سؤال يتباذر إلى الذهن إلى ذهن الباحث ما هو حجم الخاتمة المناسب ما هو حجم القاتمة المناسب هناك بعض الباحثين يجعلها في نصف صفحة هناك بعض الباحثين يجعلها في عاشر صفحات هناك بعض الباحثين يزيد أو ينقص ما هو المناسب إذن ما هو المناسب ما هو الشيء المناسب أو الحجم المناسب في الخاتمة خاتمة البحث طبعا مثل ما قلنا في الدراسات السابقة أنه لا حدود للدراسات السابقة ليس هناك حدود معينة فكل ما يختص مثلا في البحث اذكروا الباحث كذلك نقول أيضا في الخاتمة نقول أن الخاتمة أيضا ليس هناك في الخاتمة ليس هناك مثلا شيء معين ليس هناك شيء معين في الخاتمة ليس هناك حق معين لكن الأفضل كما ذكرنا أن ينظر الإنسان في السمات والصفات التي ذكرناها التي منها الإيجاز ومنها الاختصار ومنها التركيز إذن يمكن إذا نظر في هذه الأشياء وحسب ما تكلمنا يمكن أن تكون الخاتمة بحدود صفحتين إلى ثلاث صفحات صفحة ونصف من هذا القفيل وهذا الحق طبعا يتوقف على بعض الاعتبارات التي تؤثر به هناك اعتبارات مثلا يعني مثلا نتيجة لوجود فصول كثيرة ينتق عنها مثلا يعني نتائج كثيرة توصيات كثيرة أيضا البحث حيوية البحث وغيره كل هذه من الأمور التي يعني تجعل خط يعني حجم الخاتمة كبيرا أو قصيرا لكن في حدود الصفحتين في حدود الصفحة والنصف صفحتين ونصف صفحة يعني تقل أو تكثر يعني في هذا الحدود إن شاء الله يكون البحث إذن إلى هنا أشكركم على حسن استماعكم وإصغائكم وجميل صبركم علي وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يعينكم وأن نكون قد وضعنا أهم الأشياء وأهم النقاط الرئيسية والموضوع طويل ويطول لكن كما قلت لكم إن شاء الله نوافقكم أيضا بالملف الخاص أرجونا أن تقاوزنا بعض الأشياء ما وقفنا عندها سيرسل إلى الجامعة وهم بدورهم سيقومون بإيصاله كما علمنا منهم هذه المبادرة القيمة أشكركم مرة ثانية وثالثة أشكروا إدارة الجامعة أشكروا إدارة الجامعة والدكتورة مي ودكتورة فاطمة ودكتورة صفا ودكتور عمر وجميع القائم على هذا البرنامج ولكم أيضا أحبتنا الكرام الباحثون والباحثات أجمل وأعمق الشكر والتقدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين دكتور عبدالعالم لا ندري من أي أبواب السناء والشكر ندخل علي الله مبارك محضرة يعني مرجعية إن شاء الله تظل يعني سنوات وسنوات يرجع إليها الطلاب دوما الله يبارك فيكم ويحفظكم يا رب نتوجه بخلص الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور عبدالعالم قائد سعيد الحميري رئيس قسم الكرآن الكريم وعلومه بالمركز الرئيسي بالجامعة الإسلامية بمنسوتا ويجزاكم الله خيرا عن فضيلة الدكتور بارك الله فيك هل هناك شيء أو شيء أو سؤال أو خلاص يعني كمل الوقت ما أدري إذا كان هناك لذا الوقت لبعض الأسئلة يمكن أو إذا كان الوقت عندكم خلاص انتهى إن شاء الله يكون ما قلناه هو كافيا ما ترونه مناتبا يمكن أن تقوم إذا كان في أسئلة نجيب عليها يعني هذا رجع لساعة صدركم طيب إذا كان هناك أسئلة لا بس أن نأخذ بعضها أنا سأنظر فيها وأنتم ستأتون بها ما أدري لكن أنا سأقرأ في الشات قال هل زيادة العدد سأقرأ بعض الأسئلة هل زيادة عدد الدراسات يؤثر في البحث تزيد البحث قوة علمية وتميزا ذكرنا هذا سابقا وقلنا لا تؤثر فيه بل تزيده قوة أهم شيء أن يكون هناك فجوة فإذا كانت هناك دراسات كثيرة وأنت وجدت فجوة تسدها وتغطيها فأنت بذلك قويا عن ذلك أنك عميقا أنها وجدت ثغرات أنت اكتشفتها وأنت نظرت فيها فبالتالي تكون قوة بعض الباحثين قلنا يقول ربما يغفر الكثير سيقول بأن الدراسات كثيرة وكيف أنت أتيت بهذا الموضوع هذه ذكرناها وإن شاء الله يكون الرد كافيا فيها لا أدري هل الباحث يكون بحثه مقبول لدى تكاترة المناقشة إذا كان بحثه من البحث السابقة لا إذا كان بحثه من البحث السابقة فهذا عيب فيه وربما يرد بسببه يعني كيف يبحث من بحث سابقة يعني دراسات سابقة محكمة علمية تأتي أنت لتأخذ هذا سطوع علمي وقد ذكرناه ربما يعني يكون هذا سببا لزوالك من البحث العلمي قال هل إذا أصدرت أو صدرت دراسة جديدة لا علاقة ببحثي أثناء كتابتي لبحثي هل أضيفها نعم أضيفها لأن الدراسات السابقة هذه ستكون مفتوحة إلى أن تسلم الرسالة إلى أن تسلم رسالتك للمناقشين بعدها خلاص ما تفتح بعد ذلك وتضيف تمام فيمكن أن تضيفها إذا كنت يعني في نهاية بحثك وقدت دراسات أيضا سابقة تضب منها دراساتك السابقة سؤال هنا هل يجب ذكر جميع الدراسات هذه ذكرناها ما استطعت أن تصل إليه اذكر ما استطعت أن تصل إليه ما لم تستطع خلاص هل هناك بعض المناقشات توقظ على الباحث عدم ذكر بعض الدراسات نعم إذا كان أغفلها أو تركها أو لم يصل إليها ووقدها المناقش وفسيقول له هناك دراسة وجدت كذا وأنت لم تذكرها وجد فيها كذا قد تكون دراسة تناولت بحثه وهو لا يعلم فهذه أيضا تأخذ عليه نكتفي بهذا القدر دكتورة مي وسعادتنا المشاهدين الكرام أشكركم مرة ثانية وثالثة وأخيرة خالص دعواتنا لكم وفقكم الله سددكم الله أعانكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أزاكم الله خير وبركاته وبركاته